طيب في المحاضرة الفاتت شوفنا المودز اللي بينتقل اليها او اللي ممكن ينتقل اليها البروسيسور اللي هو الارب وقلنا انهم سبعة مودز والسبعة مودز كل مود فيه مجموعة من الريجسترز او عدد من الريجسترز خاص بيه هو فقط ولا تظهر هذه الريجسترز الا معاه لما ندخل في المود ده تظهر الريجسترز اللي هي ايه اللي هي خاصة بيه والمناظرة لها في اليوزر مود تختفي والمناظرة لها في اليوزر مود ايه تختفي خلاص اما اللي ملهاش مناظر يبقى تبقى في المود زي ما تبقى فيزيبول يعني يعني موجودة على طول وفيزيبول في كل المودز خلاص يعني في مجموعة من الريجسترز دي موجودة وموجودة في كل المودز خلاص دي بتظهر على طول معنى بتظهر على طول يعني الكونتنت اللي فيها ما بتفضل زي ما هي سواء كنت في المود ايه او المود بي او المود سي وهكذا خلاص اما الريجسترز اللي تخص كل مود فدي لا تظهر الا لو عملت اكتيفشن للمود ده وبالتالي معناها انك انت لو خرجت من مود لمود الريجسترز الخاصة بالمود اللي انت كنت فيه تختفي عن الايه عن المود اللي انت روحت له خلاص ويزهر مكانها ها الريجسترز اللي خاصة بالايه بالمود اللي انت روحت له ولذلك تلاحظ كده انه عدد الريجستر بيقول لي ايه سبعة وثلاثين ريجسترز بينما احنا قلنا في كل مود كان فيه ستاشر وكان فيه اتنين تانين او تلاتة خلاص اللي تحت بقى دول اللي احنا كنا نشوفناهم دول بيتبادلوا يتم تبادلهم فتلاحظ كده هنا ستاشر وبعد كده هنا فيه كده واحد تمانية زائد اتنين وتمانية زائد اتنين او اتنين بس واثنين بس واثنين بس وكذا هتتلاقي هم دول اللي ايه اللي بيتم تبادلهم لو جمعت كل الريجستر اللي كنا نشوفناهم في كل المود هتتلاقي ان عددهم سبعة وثلاثين لكنهم مش كلهم بيبقوا فيزيبل في أي مود من المود الفيزيبل ريجسترز بيبقوا فقط حوالي 18 صحيح في كل مرة فبيقول لي 20 ريجستر are hidden from programmer واللي هما فيزيبل 17 20 ريجستر are hidden from program at different mode this register are called banked register سميناها banked register لانه لو اعتبرنا مجموعة الريجستر دي كلها one bank خلاص لما روح للمود التاني هي بشيل شوية من اليوزر وحط بتالهم ايه مناظرين ليهم في ايه في المود فبتفضل البنك زي ما يفضل البنك اللي مجموعة الريجستر ايه زي ما هي ولذلك سموها banked register لانها بتتحط على المجموعة الاصلية بحيث تكون مجموعة الريجستر التي تتعامل معها في المود اللي انت روحت له فبيقول لي ما البنكت ريجستر افيلابل اونلي وين البروسيسور ان ابرتكولر مود لما يروح لمود معين اه تظهر دول غير كده لا فبيقول لي البروسيسور مود اثر زي ما السيستم مود هاف ست اوف اسوشياتي بانكت ريجستر خلاص فاكان عندي فيه اليوزر مود والسوبرفايزور مود ها نفس المجموعة اللي احنا قلنا عليها المجموعة اللي هي الديفورت لما تروح لأي مود تاني تظهر بقى البنكت ريجستر اللي خاصة بالمود بتاعته وبيقول لي ان البنكت ريجستر ذات ار سبسيت دول وحط بدالهم دول بشيل دول وحط بدالهم دول فبالتالي الريجستر كلها تبقى ستتاشر خلاص بس في كل ملك بنشيل بعضهم ونحط بدال بديل اليوم نشيل البنك ونحط بدال اليوم اللي خاصين بالمود اللي انا انتقلت فبيقول لي مابس وان تو وان انتو يوزر مود ريجستر ده المجموعة اللي بنقول عليهم دول عددهم كده دول كده عدد الريجستر زي اللي المفروض موجودة في كل مود لازم عدد الريجستر اللي في اي مود من المود عددهم كده دول كم 16 وزايد ده يبقوا كم 17 لازم في كل مود هتتلاقي السبعتاشر دول يمكن حيزيد عليهم بس واحد اللي هو مش موجود اللي هو ده في كل مود من المود خلاص بمعنى ان انت لما تروح لده خلاص هنشيل ده ونشيل ده ونحط ده وده بكانوا وده كمان يزيد عليهم خلاص طيب لما يجي انتقل لده يبقى هعمل ايه هنخبي حد 14 من 8 الى 14 هنا ونحط ده لهم دول خلاص والبقين زي ما هو وحط ده كمان زيادة اللي هو بنسميه سيفت بروجرام ستيتس ريجستر اللي هو السيفت ده أنا مش محتاج سيفت لانه شغال بلايه بالكرمت لانه ده المودة الديفولت خلاص لما هنتقل من ده لده لا عاوز ستيتس بتاعت بتاعت الديفولت واضح فلذلك عشان كده ده بيزيد عليهم لو عديت دول قولنا 17 عدي دول كده هتلاقي وعشرين هادي مثلا دول سبعة تمانية حداشر حداشر وتسعة ها سبعة وتلاتين ريجستر اللي احنا قلنا خليه حداشر وتسعة عشرين دول عشرين ودول سبعتاشر ديبقوا سبعة وتلاتين كله خلاص تعالوا نشوف بقى الـ exception اللي هي بتنقلك من مود لمود الـ exception هو ده الـ exception بيبقى ايه نوع من الـ interrupt يعني زي الـ interrupt بس بيسموه exception نظرا لإنه بييجي الـ interrupt دايما لما نقول interrupt request يبقى معناها فيه hardware signal هي لأكتيفات الـ interrupt الـ exception لا بييجي ممكن من حاجة تانية غير الـ hardware signal خلاص زي ايه زي انك انت دلوقات ما يعمل reset ها هل بيجي لي interrupt request لا بس لازم اشتغل ولا لا خلاص فبالتالي عشان كده ده بيسموه exception يروح لحاجة اسمها supervisor mode ينتقل بـ exception انه هو عمل restart فبيروح للا ايه يروح الـ restart ده يعمل لي exception ينقل لي ما يسمى بالـ supervisor mode عشان يستطيع انه ايه يشغل الـ processor ويوديه للنقطة اللي اليوزر يقدر ايه يتعامل معاه فيها خلاص فده الـ exception interrupt تبقى signal خلاص الـ interrupt تبقى ايه signal بالـ hardware فالـ exception حاجة بتبقى بالـ software والـ interrupt بتبقى signal جاية من الـ hardware لاحظ بقى ان انا عندي في الـ exception والـ interrupt دي المفروض ان انا انتقل زي ما قلنا للـ different mode لواحد من الموز اللي ذكرناه خلاص كده طيب لذلك عشان كده هنتلاقي انه في عندي لكل mode من الموز ده ها فيه آآ طريقة للانتقال لها فمثلا زي ما قلنا الـ reset مش قلنا الـ reset ده يعتبر نوع من exception خلاص يبقى المفروض ان انا بنافز له برنامج برنامج يبقى خاص بالـ supervisor mode طب فين البرامج دي الكلام ده كنا قلناه في الـ 80-86 و 80-80 قبل كده البرامج بتاعة الـ interrupt service routine بيبقى لها عنوين في حاجة اسمها الـ interrupt vector يبقى فيها حاجة اسمها الـ interrupt vector في النظام بتاعة 80-86 نذكره لانه برضه مهم لو جالك interrupt أو exception المفروض في الـ 86-80 بيبقى الـ exception أو interrupt عبارة عن instruction اسمها interrupt ورقب خلاص انترابت دي كده لو كتبتها تبقى اسمه exception أو trap جاي بالـ soft wave لانه دي بتبقى instruction فيه instruction اسمها interrupt فطبعا بيبقى انها instruction يبقى اسمه soft wave صح أو لا يعني حتنفذ بالنفذ interrupt بس بالـ soft wave لانك انت عملت execution لإيه لإيه لإنسترابت صح طيب يبقى في الحال هذه لازم تكتب رقم الـ interrupt اللي انت عاوز خلاص الرقم ده بيعرفني مين من الدفايس اللي مطلوب نعمل لها service خلاص وبالتاني تعال نشوف ده كده انترابت بلايه يعتبر بالإيه software أو hardware كده software بالزبط أقدر أعمله بالhard هو نفسه ده إزاي بإني أبعد signal من الدفايس اللي رقم ده بس signal بالhard وير للبروسيسور تعمل interrupt للبروسيسور كhard وير تقول يا بروسيسور يعمل interrupt خلاص وفي الحال دي يبقى كأن الإشارة دي زي الانسترابت دي يبقى فاضل أدي فاضل أدي الرقم وهذا رقم رقم ما بين صف لحد 255 يبقى برضه لازم أدي مع الانترابت ده الانترابت سيجنل ده أدي معها رقم خلاص سواء عملت كده أو عملت كده ده يعتبر في البروسيسور كده exception أو trap خلاص وكده interrupt وكده انترابت ده الفرق بينهم يعني بس هم يؤدوا إلى حاجة واحدة ايه بقى الحاجة الواحدة دي ان انا اروح انفذ الانترابت سيرفس روتين بتاع الدفايس اللي ايه اللي عمل الانترابت كده هو نفسه اللي عملها او بتاع البرنامج المطلوب من اليوزر او طلب اليوزر تشغيل البرنامج بتاعه خلاص فما بتقول هنا انترابت رقم ده مثلا نخده انترابت سيرفس روتين بتاع السكرين بالثمانين ستة وثمانين طبعا مش في كل النساء بالثمانين ستة وثمانين كان الانترابت عشرة ده عبارة عن البيوس انترابت اللي خاص بالكيبورد خلاص فلو عملت كده كتبت بالسوفتوير معناها ان انت دلوقتي عاوز تستقبل حرف من الايه الكيبورد يبقى كأنك دلوقتي الكمبيوتر سيعمل ايه لما يتلاقي الانساقشن سيروح عند الكيبورد ويفضل مستني لحد ماليوزر يضغط على كيبورد اول ماليوزر يضغط على الكيبورد يقول لك الكيبورد الكي اللي الضغط هو كسه ويدي لك الاسكي كود بتاعه وبالتالي البرنامج يعمل يعرض الحرف مفهوم البرنامج اللي البروزيسور نفذه عشان يعرض الحرف اللي انت ضغط عليه ده اسمه ايه بقى الانتراب سيروح بتاع مين بتاع الكيبورد مفهوم كل ديفايس عندك فيه انتراب سيروح زي هذا بالظبط فمثلا لو عاوز تقرأ حاجة من الهارد ديسك فيه انتراب سيروح سيروح للهارد ديسك خلاص بتدي اشارة او انتراب للبروزيسور سواء هارد وير او بالسوفت وير يروح للهارد ديسك يجيب لك اللي انت عاوز مفهوم ده الانتراب تعالوا نشوف بها بينفز ازاي وازاي بيعرف البروزيسور في ال86 بيبقى فيه عندي هنا ده هنا انتراب ورقم الرقم ده يقولنا ما بين صفر لحد 25 وخمس كل الرقم بيعبر عن ديفايس من الديفايس فمثلا زيرو بيعرف بيعرف بيه مثلا الساعة علشان يقضيط الساعة اللي تحت مش عارف واحد خاص بال لما يحصل ديفايب باي زيرو واحد كذا المهم مش لازم تحفظه طبعا الدا تشيل بتقولك كل واحد يعمل ديفايس معين او حاجة معينة خلاص كده طيب لما تنفذ الانتراكشن زي ده او تعملها بالشكل ده كل اللي بيعمله البروسيسور بالشكل ده بس بشارط ان يكون الانترابت فلاج اكتف بحيث مش هتمنع الانترابت من وصوله للايه للبروسيسور احنا قلنا فيه عندي حاجة اسمها الانترابت ماسك فلاج بتجميل ايه قلنا يتسمح بمرور الانترابت اللي هو ده لde البروسيسور او ما تسمعش فلو كان بواحد بتبقى زي سويتش في السيك زي سويتش وده البروسيسور ده الانبوت بتاع الانترابت وามين البروسيسور لو تقفل السويتش يبقى الانترابط يروح لليه للبروسيسور لو فلسالة هذا مهمة الانترابت مسك فلاك طيب ما سيحصل لما البروزيز يستابل الانترابت سيستابل الانترابت ويأخذ الرقم هذا الرقم هذا اسمه الانترابت فيكتور او الانترابت نمبر الانترابت ايه نمبر طيب في الـ 8086 فيه في الميموري الروم بالذات في منطقة في الـ 86 في الـ 86 اسمها الانترابت فيكتور اسمها الانترابت ايه فيكتور في الـ 86 مكونة الانترابت فيكتور ده حجمه 1 كيلو حجم الانترابت فيكتور ده ميموري بس في الرقم يعني على اساس انها تبقى فيها حاجات بتتغيير في السبت حجم الانترابت فيكتور ده 1 كيلو 1 كيلو يعني كان ألف أربعة وعشرين بايت ألف أربعة وعشرين ايه بايت طيب الانترابت دا قلنا ليه رقم من كم لكم من صفر لانترابت خمسة وخمسين يعني عندي كم انترابت ليفل وانترابت ستة وخمسين صح كل انترابت من دور ليه مكان يخصه في الانترابت فيكتور خلاص يبقى المكان دا حجمه قد ها ايوه كم يعني كم ما تلعرف يا صح اشريين ايه يا جماعة اربعة واحد كيلو على ربع كيلو يعني اربعة معناها كل واحد من دول من الارقام بايه ليه اربعة بايت في الانترابت فيكتور ايه بقى الاربعة بايت دول الاربعة بايت احنا قلنا دلوقتي المفروض ان انت لما بتعمل انترابت مطلوب تعمل ايه تنفذ مين الانترابت سيرفيس روتين بتاع مين بتاع ديفايس اللي عمل انترابت خلاص طاب واحد يقول طب ما حنعرف منين الانترابت سيرفيس روتين بتاع الديفايس ده فين عناوين الانترابت سيربس روتين بتاعت الديفايزز كلها متخزنة فين في الانترابت فيكتور وبما ان الانترابت دي والبرامج بتاعتها بتيجي جهزة الديزاينر اللي بيعملها فبالتالي بيبقى عارف حاطة كل الروتين فين وعلشان كده بيكتب هنا في الانترابت فيكتور العناوين بتاعت الايه كل سيربس وبالتالي عشان تبقى العملية متنظمة قلنا دول 256 لفل بالانترابت بيعمل لكل لفل 4 بايت تخصه ويرقمهم تبقى للرقم ده فهذه الارباعة الاولانيين خاصين بانترابت فيكتور زيرو الارباعة اللي بعد كده خاصين بانترابت فيكتور واحد وهكذا لحد اخر مكان اخر 4 بايت خاصين بمين ها 255 يبدأ 255 له الارباعة بايت اللي في الآخر الارباعة بايت بقى نحن قلنا دلوقتي العنوان بتاع اي برنامج في الكمبيوتر اللي هو الثلاثمين مع الثلاثمين ستة وتمانين اي عنوان مكون من ايه قلنا في بداية المحاضرة اللي فاتت اه اوفسيت و سيجمنت الوفسيت قد ايه 16 بيت والسيجمنت قد ايه 16 بيت خلاص ولذلك بنخزن في كل واحد من دول ها 2 أدريسيس سيجمنت ووفسيت للانتربت سيربس روتيني اللي خاص بيه وبالتالي يبقى انتربت سيربس روتيني اللي خاص بصف عنوانه هنا كوفسيت و سيجمن اوفسيت و سيجمنت لواحد اوفسيت و سيجمنت لاتنين وهكذا اتفاهم يبقى دا عشان كده بتبقى موجودة في الروم لانها جزء من الدزاين لانك انت ما تقدرش تغيرها الاصر الى الدزاينر حطها في المكان الفلاني لازم تفضل في المكان اللي ايه الفلاني وطبعا نخط بالك مش كلهم مليانين ممكن انت تعمل انتربت سيربس روتيني لدفايس انت تضيفه وتقيه وتحط له عنوان هنا خلاص فلذلك تقدر انت تضيف عليهم لانهم دول من متين ستة و خمسين كلهم مش بيزي في حاجات كتيرة فيها بل الفاضي ها اكتر من المليان الفاضي اكتر من المليان ليه لانه يعني مثلا الدوس زمان الدوس مش موجود دلوقتي الدوس كان بيشتغل بانتربت فيكتور واحد يعمل كل السيربسي يعمل كل السيربسي بانتربت ايه سيربس واحد اسمه انتربت واحد وعشرين خلاص فبالتالي يعني تقدر تعمل انتربت واحد يخدم لك كل الحاجات دي بمتعتمد على الكمبليكسي بتاعت البيلنام متعتمد على الكمبليكسي بتاعت الايه البيلنام فها مش مشكلة المهم دي النظام فاول ما البروسيسور يجيله انتربت سواء كده وكده يعمل ايه يشوف الرقم ده كام كويس وبعد ما ياخد الرقم ده يضربوا في اربعة يضربوا في ايه في اربعة ليه في اربعة لانه كل واحد من دول ليه اربعة بايت فيه في الانتربت فيكتور الانتربت فيكتور ده بيبقى محطوط في مكان ثابت معروف مش بيتغير طبعا كان في الـ 86 و80 ثابت فالهاي بايت او الهاي بارت من الميمورش واحد كده واخر حاجة في الميمورش خلاص بالنسبة لل بالنسبة لل الانتربت فيكتور ده بياخد الانتربت اللي جالي واضربه في اربعة وبعد كده اجم للمكان بتاع الانتربت فيكتور اللي هو اوله واضمة على العنوان ده النتيجة بتاعت حصل ضربه لايه رقم الانتربت في لايه فاربعة خلاص فمثلا لو جالي انتربت خمسة انتربت خمسة خمسة في كم فاربعة يبقى بكام بعشرين اجي ده الانتربت فيكتور ده مكان ثابت وليكن رقم ألف خلاص يبقى ايزا عنوان الانتربت فيكتور اللي أنا حاوزه كام او الانتربت في سيرفيس روتين اللي أنا حاوزه يبقى كام ألف وخمسة ألف وعشرين أسف ألف وعشرين لان انت خدت الخمسة تربتها فيه في أربعة بقى تكام عشرين عشرين زائد الألف يبقى كام ألف وعشرين يروح للمكان لقب ألف وعشرين حيتلاقي عنوان من الانتربت سيرفيس روتين العنوان حاكتين offset وسيجمت يحط الoffset في الإي بي ويحط السيجمت فين في السي اس خلاص كده بقى جاهز على تنفيذ العنوان لا العنوان أصل لقى الانتربت سيرفيس روتين نفذه أول ما يخلص يتلاقي حاجة اسمها i-ret الانستركشن في آخر كل الانتربت سيرفيس روتين اسمها i-ret يعني معناها return من الإيه من الانتربت يرجع بقى للبرنامج اللي كان بيعمله قبل ما يعمل إيه الانتربت مفهوم؟ ده الميكانيزم في الـ 86 طب هنا هيبقى شابية بيه بمعنى نعم برنامج حسابات لا دي ماهبش مشكلة بالكنترول يونت نفسها بتعمل الموضوع ده لا سيبنا من ياخد الكلام ذلك اللي بقوله على الـ 86 وإحنا عارفين الـ 86 ما بياخدش وانتربت ده بياخد كتير لعملية الانتربت علشان بس يجنب ليه بتاخد وقت كبير طبعا واضح فسيبنا منوان وانتربت والميكانيزم أنا أرتانيك اللي بيتعمل فشوف اللي بيتعمل ده يتعمل في قد ايه واضح اننا اروح للانتربت فيكتور واجمع عليه على الـ start بتاع العنوان ده مش عارف اربعة في قيمة الانتربت وبعد كده جيب لود ولود وطبعا قبل ما اعمل لود لازم الـ CS والـ IP اللي انا ههط فيه مقيم اكون ما ايه مخزنه صح ولا لا فبالتالي كل ده هياخد وقت طويل يعني خلاص فعملية الانتربت دي يا جماعة بتاخد وقت طويل يعني ما تفكرواش انها لذلك عشان كده يفضل انها تتقلل على اساس دي بتبطأ البروسيسور شوان طيب خلاصنا من الموضوع بس طبعا لابد منه لانك انت دلوقتي لو ما عملتش سيرفوس للـ اموت والاوتوت اكدني ما عندكش اموت والاوتوت مفهوم يعني دلوقتي انت عندك كيبورد دست على حرف من الكيبورد معنى ان الكيبورد ما تشتغلش يعني معناها ايه يعني معناها اكدنك ما فيش كيبورد صح ولا لا فلازم تشتغل ودي نقطة من قولها عشان الفلاجز بتاعة الانتربت دي اه المفروض ان الانتربت فلاجز زي ما قلنا تقدر انك انت تعملها ايه دي سيبل صح بس ايه هتعملها دي سيبل على طول لها تسيبل لما يكون فيه حاجة لها برايوريتي اعلى بس لكنت لازم ترجحها تاني ايه 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 مفهوم كده دي نقطة مهمة لازم ينقل طيب فهنا برضو نفس الكلام يا جماعة كل اكسبشن او انتربت او كل مؤد من المود ها لازم لي ما يسمى بالانتربت فيكتور وفيه لوكيشن يخص من الانتربت ده فمثلا ان احنا قلنا الريسيت ده بيدخلت في ايه سوبرفايزور مود فاكرين اه يبقى اذا ان الريسيت فيه حاجة اسمها الريسيت بيكتور بيقول الوكيشن of the first instruction executed by a processor when power is applied خلاص لما تعمل سويتشن جول يبقى لازم ينفذ الريسيت ده معينة اللي هي بتستارت بتعمل ستارت اب صح فبالتالي عشان كده بيروح يجيبها من الريسيت فيكتور الريسيت فيكتور عبارة عن مكان جوه الانترابت فيكتور بتاع بس بتاع الراجل ده بتاع الار مفهوم فده المقصود فيه ولذلك كل مود لازم لي ما يسمى بالايه باللوكيشن جوه الانترابت فيكتور اللي خاص بالمود ده او اليوزر ده فمثلا الريسيت بيقول له when power is applied this instruction بتعمل ايه بقى حتتلاقي فيها الانترابت دي بتعملك جم للعنوان بتاع الريسيت انترافت خلينا نقول كده او ريسيت اكسبشن او عنوان البرنامج اللي خاص بخدمة الريسيت مفهوم هو ببساطة كده ما انت عاوز عنوان في الـ 86 اللي احنا قلناه عملنا ايه يا جماعة عملنا ايه ها حسبنا الرقم وحددنا المكان اللي فيه العنوان صح طب والعنوان خدناه عملنا فيه ايه بقى حطينا الوفيسيت فين في السي اس واسبع حطينا الوفيسيت في الاي بي وحطينا السيجمنت فين في السي اس هي ده عملية جامب فاكرين الجامب كنا بنقول منحط في البي سي حاجة صح هو ده جامب يبقى انت كده عملت الجامب فانه نفس الكلام عاوز اعمل جامب جامب الفين للبرنامج اللي خاص بالريسيت البرنامج اللي ريسيت ليه برنامج خاص به طب تروح بقى للوكيشن معين اللي سميناه الريسيت فيكتور ها هتتلاقي فيه نسترقشن اسمها جامب جامب ايه جامب العنوان العنوان ده بتاعمين بتاع برنامج خدمة الريسيت اتفاهمك وده كل كل حاجة هتلاقي تعالوا نشوف اللي بعد undefined instruction البروسيسور بيننفس برنامج بعد كده لقى في السكة instruction معرفش معناها خلاص هيعمل ايه هيروح برضو لحاجة اسمها undefined instruction وفيكتور خلاص فين دي حنبقى نعرفهم المهم هيروح يتلاقي ايه هيتلاقي instruction ها تودي للسيرفز روتيني اللي خاصة من الحتات وكذا كل واحدة من دول software interrupt فيكتور prefetch abort فيكتور اللي احنا قلنا عليه مش قلنا فيه موت اسمه abort undefined supervisor mode وفيك وريك او interrupt request وكذا فهتتلاقي هنا فيه عندي مكان لكل مود من المود بتاعتي كذلك data apport وفيكتور interrupt request فيكتور fast interrupt request فيكتور كل دول ليهم اه ده هو الانترابت فيكتور عبارة عن مكان في الميموري اه فين المكان ده بيقول في address 0 ده الريست في address 0 على طوط وعشان كده اول لو فاكريني لما جينا نعمل design للsimple cpu ها قلنا بنعمل ايه في السمبل cpu ها فاكريني منحط في ال pc 0 صح او لا بس ده نعمل ايه في ال pc ونخلل الموضوع نعمل ايه في ال الـ Undefined Instruction عنوانها اللي بعده وطبعاً احنا عارفين ان المسافة ما بين الورد و الورد ده اربعة الورد نفسها اربعة فبالتالي ده صفر ده اربعة اللي بعده Software Interrupt يعمل لك Jump بيروح للمكان ده الاول يجيب منه يبقى بتخزن في الاربع بايت دول اللي عنوانهم كده Jump Jump الفين Jump لـ Interrupt Service Routine اللي خاص بالـ Software Interrupt او اللي خاص بالـ Prefetch Abort او اللي خاص بالـ Data Abort حسب المكان اللي انت ايه بتروح فطبعاً زي ما قلنا كل مود انت بتحدد ان انت هتروح له او الـ Processor حدد انه هيروح له خلاص بيخليه Jump للعنوان اللي هو طبعاً واحد يقول ايه دول دول يعني حاجة تانية ممكن يمالك او ينقل الـ Address ده في بعض الـ Processor في بعض الـ Processor بتاعت الـ Art بدل ما هو حطيتهم عند صف حطيتهم عند العنوان بس ده الفرق فبعض الـ Version بيحطهم في الـ High Address عند العنوان دي علشان كده 80-86 مثلاً حطيت في الـ Interrupt Vector ده في الـ High Address خلاص؟ هنا لا Version حطيتها في الـ Low Address وفرجان تانية بيحطها في الـ High Address لانه بعض الشركات اللي هي بتستخدم الـ Processor دي عاوزها انها في عملها لها كده خلاص كده؟ ده هو الـ Exception والـ Interrupt والـ Interrupt Vector تعالوا نشوف ايه Saved Program Status Register وخلاص اتكلمنا عنه قبل كده ايه هو Saved Processor اه Saved قصدي الـ SPSR Saved Program Status Register ده عبارة عن بيقول لنا Each Privilege Mode Accept System Mode طبعاً لانه ده انت الـ Default انت فيه يا اما في الـ Supervisor Mode ده او في الـ او في الـ System Mode او في الـ User Mode دول هم الـ Default فمش محتاج اخزن حاجة لكن او خرجت منهم لأي حتة تانية لازم اخزن الـ الـ Current Program Status Register علشان لما ارجع ابقى عارف الجرنامج ويف فيه واضح؟ هو ده مهمتش وبيقول لي انه used to save الـ State of CPSR اللي هو الـ Current Program Status Register When the Privilege Mode is entered لما ادخل واحد من الـ Privilege Mode اللي احنا ذكرناه خلاص؟ وبيقول لي علشان طيب وبيقول لي الكلام ده علشان نقدر نيه؟ نقدر نرجع للـ Mode او للوضع اللي احنا كنا فيه طيب عليش انا هقول كده بقى غيباً وبعد كده بقى بتلوكوا الكلام ده المشكلة انه الـ Slide اللي جايه دي مهمة جداً لانها فيها كل الـ Current Program Status Register والـ Current Program Status Register ده هو اللي بيعرفني الوضع بتاع البرنامج بتاع الـ Processor كله أنا فأنيمود الـ Flexible Cam أنا شغال فأني يعني كل الكلام ده اضطرر دعم؟ لا مش معايا نت للأسف لا مش معايا نت للأسف ده عليها شغل كتير دي الأسف هرسمها هططرر أرسمها بقى هعمليه وله مؤقتاً يعني الـ Current Program Status Register أو الـ Status Register بيع وخلاص الـ Status Register بتاعي أو الـ Status Program أو الـ Program Status Register مكون من أربع أجزاء الجزء الأولاني ده اللي هو بيبقى الـ User في أي مود أو أي مود بيأكسس عليه يقدر يتعامل معاه بـ ReadWay و Write لأنه هم دول مكونين مكونين أولاً من أربع فلاجز الأول طبعاً الأربع فلاجز إحنا قلنا الـ 80-86 كان عنده كم فلاج؟ كان عنده ستة هنا لا ما عندهوش غير أربعة بس مين هم؟ NZCV NZCV بس هم دول الـ NZCV الـ وواضح ما كان أنها فين؟ في المص على أساس تعبر عنه طبعاً NZ Z دي يعني ايه؟ 0 C carry V overflow دول هم بس اللي عنده يعني اللي عنده لـ Parity ولـ Half A carry ما يتعاملش مع دول خلاص؟ ده أول جزء من الـ program status register بعد كده عنده فلاج تانية اسمها Q زي ما قلنا الأربع الأولانين ده اللي هم status أو الـ flags اللي خاصة بالـ operations بتتأثر مع الـ operation اللي انت تحددها بحيث تأثر فيها يعني لازم انت الأول تقول خلي الـ operation الفلانية دي تؤثر في الفلاج حتى لو مش شرط انها تكون ايه؟ تكون operation خاصة باللي احنا قلنا في الـ 86 من اللي بيغير في الفلاج؟ الـ الـ operation اللي هي شغالة على الـ U هنا لا هنا تقدر تخلي الـ load حتى نفسها تأثر في الـ U خلاص؟ طيب فبالتاني هنا دي الـ operation الفلاج اللي عندي زي ما قلنا بتبقى تقدر تغيرها عن طريق الـ instruction بس تسمح للـ instruction انها ايه؟ تتغير الحاجة التانية كمان انها ممكن استخدمها مع اي instruction يعني هي result وإموت كمان هي result وإموت بمعنى انك انت ممكن تخلي الـ instruction الـ instruction تتنفذ لو كان الـ ايه؟ يعني احنا قلنا فيه حاجة اسمها الـ S هنشوفها الـ S دي بتحطها مع الـ instruction لو حبيت الـ instruction تأثر في الـ في الفلاج ده معناها بتعتبر الفلاج اموت قبل الـ instruction خلاص؟ الحاجة التانية انك انت كمان بتقدر تنفذ الـ instruction لو كان الفلاج بقيمة معينة او كان واحد من الفلاج بقيمة معينة او اكتر خلاص؟ يعني معناها كل الـ instruction conditional او most of the instruction conditional بمعنى ايه؟ يعني بتقدر انك انت تشغل الـ instruction دي او ما تشغلهاش بينما كان الكلام ده مش موجود في الـ 8086 غير مع مين؟ الـ jump الـ jump conditional الـ jump conditional الـ jump conditional اللي هي فقط التي تنفذ لو تحقق معها الشرط هنا لا تقدر تعمل load لو كان فيه condition تعمل كذا يبقى معناها كأن الـ conditions عنده هنا input وoutput هناك في الـ processor output بس هناك في الـ processor output بس مفهوم كده؟ وoutput بس من الـ ALU هنا output بس من كل الـ A او من معظم الـ instruction ده اول حاجة ايه بقى الكيو ده؟ الكيو دي بتبقى حاجة اسمها overflow flag طبعا في بعض الـ processors overflow بس يعني overflow ازاي مش زي الـ overflow الـ V لا حاجة تانية في حاجة اسمها saturation او saturated addition وده بتهمنا في الـ digital signal processing في الـ digital signal processing لما بتيجي بتجمع طبعا الـ values بتاعتك بتبقى in general طبعا normalized بحيث انها تبقى ايه واحد ما بتيجي بتعمل يعني مثلا بتعمل frequency response ولا حاجة بتيجي بتتلاقي الـ output بيطلع كده مثلا frequency response اللي دايرة من الدوائر بتبقى حاجة بالشكل صح ولا ما مش عارفية مش خدتوا transient طيب اه دا شكل الـ output الـ output دا المفروض بيبقى لما بتعمله digitalي بتحسبه digitalي فبيبقى احيانا عاوز words كبيرة عاوز words كبيرة عشان يعرض الجزء اللي هو زيادة دا خلاص؟ ما بيقدروش يعملوه فبالتالي بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها saturated addition بمعنى انه هو دي بيجمع values مرة زيد ومرة L مرة زيد ومرة L هو بيقولك لا لو كانت القيمة دي واحد على اساس انه هو عامل normalization طبعا واحد معناها 0.999 أو 0.1111 كبيري خلاص؟ دي اكبر قيمة اقدر اعملها خلاص؟ فلو جات القيمة اكبر من 0.1111 كبيري المفروض ان انا عاوز بيتس الزيادة عشان تعرض الرقم الايه الاكبر فما بيعملش كده ما ليه يكتفي بايه؟ و لو وصلت للواحد هستوب هخلي القيمة تظل واحد وبالتشاكل هنا بيسموها saturated addition يعني لو بصيت لل الكاركتوريستيك بتاعت الاهدر العادي اهو ده ايه؟ و ده بي و ده ايه مثلا؟ بجمع ايه و بي الريزلت بتاعتهم خط مستقيم زي ما احنا شايفين ايه ايه و بي هتتدي له القيمة على الخطة هنا لا في الـ saturated اهدر لا معناها بتمشي كده هو وبعد كده تيجي عند الواحد بتاسبت خلاص؟ ده هو اسمه saturated adder فهنا كيو دهي لو بواحد معناها انك انت بتستخدم الـ multiply accumulate او الجزء اللي عندك ده بحيث انه هو يثبت الـ output على الايه؟ على الواحد مهما زاد عن كده واضح؟ فدي كيو و طبعا يعني هو منتهاء لك انت جايز انت متستخدمش حاجه فيها الـ dsb خالص صح؟ ده؟ اه ليه يا جزء؟ ده؟ ده؟ ده هنا بنقول بنجمع أنا عندي علشان أحسب العملية دي خلاص؟ ده؟ علشان نعمل العملية دي باعد اجمع يعني طبعا فجرة الكلام اللي تكلمنا عنده عن الماك ده ملتبلاي اكيومليت خلاص الرسمونس ده بيجي كده بيجي بالشكل ده فباجي باخد قيمة واضربها في قيمة واجمعها على قيمة خلاص لما عده اجمع واضرب واجمع واضرب واجمع ماضرب ايه اللي بيحصل الفاليو بيحصلها فيها ايه الدرب بيقبر الرقم الكبير خلاص وبعد كده باجمعها على رقم تاني هي بيتراكم صح ولا لا فمعناها انت ممكن لما تقعد تعمل العملية دي كتير اوي ايه اللي هيحصل ممكن تزيد عن الصعيز بتاع الورد نفسها زي ما قلنا هو يعني هنا عاملين حسابنا ان الفاليو ما تزيدش عن تسعة من عشر مثلا او تسعملية تسعة وتسعين او انا بقى حساب طلعت اكتر من تسعملية تسعة وتسعين خلاص فبعمل ايه عشان اخرج من النطاق بتاع الارول لانه لو اشتغلت كده بتقول خلاص او تسعملية تسعة وتسعين على طول بحيث ان لو زادت ما تزيدش عن القيمة دي لكن لو قلت تقن مفيش مشكلة خلاص ما هو نفس الكلام بقولك ده الورد ليها ريزوليوشن ولا لا يعني لما اجي استخدم وورد مثلا وان بايت اكبر قيمة كام طيب خلاص منتين خمسة وخمسين انا وانا باعمل الارول تلع نتيجة اكبر منتين خمسة وخمسين اعمل ايه ها في الكلام ده طبعا الحل عشان تبقى اكيرو تكبر الورد طب انا مش قادر اكبر الورد خلاص فبعمل ايه اقول ثبتها على اعلى قيمة خلاص كأن اعلى قيمة دي بتقول ان اه القيمة اكبر من كده بس انا ما عنديش ايه مكان ازود فيه خلاص ده كلام في الديشتر في ديشتر سيجن البروسيسر بيحصل وموجود اصلا كاركترستيك لدايلة الجمع في الديشتر سيجن البروسيسر بتبقى كده خلاص اسمها ساتوريتد ادب خلاص طيب تعالى نبص بقى البروجرم سيتسور زي ما قلنا الجزء ده هو اللي فيه كنترول مكون من الكونديشن الان نيجاتيب زيرو الكاري والاورفلو بعد كده عندي ستيكي اوفرفلو فلاج كيو ستيكي اوفرفلو فلاج اللي هي الكيو وبيقول لي دي اندكات اف ستيوريشن هاز اكيرت خلاص ودي تخص زي ما قلنا لإيه الجزء اللي خاص بالماك او لو كان موجود الماك احيانا ممكن ما يكونش فيه ماك الماك اللي قلنا ملتيبلاي واي واي كومليت وده خاص بالحتة مش بخاص بالليه ليو مش خاص بالليه بالليه ليو ما لنجدع بالليه ليو طيب بعد كده عنده بعد الحاجة التانية حاجة اسمها السيمد كونديشن كوت جي اي اللي هم دول دول خاصين ببعض الانستراكشن سيمد معناه سينجل انستراكشن مالتي داتا سينجل انستراكشن مالتي داتا يعني انستراكشن واحدة بتجمع كذا حاجة زي مثلا ده بعرضه موجود في التمانين ستة وتمانين بس ابتداء من البنتيان بروسيسور عنده ريجسترز مكونة من اجزاء خلاص اكتر من ريجستر ممكن اعمل الانستراكشن على الانستراكشن دون الانستراكشن جن طرح ضرب اسم خلاص يبقى الانستراكشن هي ايه جن صح او طرح ادي الانستراكشن طب بتعمل ايه بقى الانستراكشن اه لو جن بتاخد دي تجمعها مع دي وتاخد دي تجمعها مع دي وكل واحدة من دول لديها result سبق بمعنى لو ده اموت وده اموت وبعد كده هو ده الاوتوت يبقى تجمع ده على ده وتخزن الناتج في دي بس وبرده تجمع دي مع دي وتخزن الناتج في دي وكذا مظبوط يبقى معنى كده انه فعلا العملية كانستراكشن هي ايه واحدة اللي هي مثلا عملية اللي ايه عملية ايه الجمعة بس بتنفذ على كم داتا ها اهو ادي واحدة مش الريزل دي قائمة بذاتا صح ولا لا واذي قائمة بذاتا ما فيش ما بقولش انا كاري واجمع لا دي خلاص خلصت واذي خلاص خلصت واذي خلاص خلصت وهاكذا فالسان الارزال علشان كده سموه سم فهنا دي في بعض البروسيسور فيه الانستراكشن ده فبالتالي هي ده الجزء اللي بتحكم فيه خلاص كده فبالتالي مش موجودة في كل البروسيسور في عنده حاجة برضو زيعة برضو حاجة اسمها افزين ستيتاس بيت وبردو بيقول لي محتاجة الكنديشن ده خلاص فبالتالي دي البيت اللي هي بتقول اه شغل الجزء ده او الكنديشن ده ولا ايه ما تشغلوش في حالة الثم خلاص في عندي كمان تي بيت تي بيت بيقول لي ان دي اللي بتحدد البروسيسور في اني مود هل هو الارم مود فكليلا ما تكلمنا عنها تكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت التي لو بصف يبقى في الارم مود يعني اثنين وثلاثين بيت انسلوكشن لو التي بواحد يبقى فين في الثم اللي هي الانسلوكشن بتاعته كام 16 فهمت اه ده اللي هي التي بعد كده الجي بيت الجي بيت اللي هي بتقول ان هو في الجزء اللي مود في الجزء اللي مود اللي هو بينقفز جافا بروغرام خود خلاص وبرده زي ما قلت ده مش في كل البروسيسور خلاص فيه كمان بقى المود بيت طبعا لاحظنا دي جي اتكلمنا عنها اي تتكلمنا عنها خلاص الجي اتكلمنا عنها فيه ال اي ال اي بيقول ال اي بيت اي بتساوي صف ال داتا لود استور اه لتل انديا ده البروسيسور هنا بقى فيه ال داتا بتاعته ممكن تزبطها انت بحيث تبقى لتل انديا او بيج انديا طبعا الكلام ده عارفينه احنا قولنا ال 86 و 86 شغال بقى نظام لتل خلاص ما بيتغيرش هنا مديلك امكانية انك انت تشتغل بواحد من المود ده ياما لتل ياما ايه بيج بس خد بالك المشكلة انه ما ينفعش تغير المود وانت شغال تقدر تغير المود اول ما تريست اول ما تعمل start مفهوم ليه شمعنا ما اعمل start ليه ما ينفعش وانت شغال ال data ستبتتغير صح ولا لا يا جماع لو انت وانت شغال كنت بتتعامل مع 5 6 7 8 لما تعمل تغيير لليتل انديل خلاص 5 6 7 8 8 7 6 5 رقم مختلف تمام صح ولا لا فلذلك لازم بدأت بكذا تظل عليه لحد مفهوم يقدر يشتغل بالطريقتين بس انك انت تبدأ من الاول في كل طريقة من الطريقة وبالتالي لما تكون اي بصف بيشتغل بصف بيشتغل يب واحد معناها بك انديل نعم نحن ما شوى ده تصوى ده لطولين لا لا ده 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 أنا ما عنديهش لطولين ها انا راضي لون ايه ايه لطولين ونحن هنا لا احنا قلنا ايه لازم تعمل restart reset اه تخرج خالص اه ليش في المود انا ما قلتش في المود الreset معناها start فيه كمان الابت بيقول لي الابت بيقول لي الايه امبريشيس داتا ابورت لو فرض انك انت تدقيت الداتا مش مزبوطة بتعمل ابورت لا هنا ممكن تايه متخليش الابورت تتخص بالداتا يبقى اكتفيتا لكن طبعا ما تقدرش تعمل كده في ايه ما تقدرش تعمل كده في الانستراكشن الانستراكشن متنفزها فلازم الانستراكشن يبقى لها ايه بداية ونهائية فمعنى انك انت منفذش الانسلوكشن يبقى البروسيسور هنك صح ولا لا فلذلك عشان كده لازم تعمل ابوت خلاص نعم في بعد كده عندي الفلادز بتاعة الانترابط اه عندي اثنين فلادز اي و اف اي و اف ليه لان عندي اثنين انترابط ريكوز تاخدوا بالكم الموت معظمة اكسبشن معادة اثنين انترابط اكسبشن قلنا بالسوفت وير فالسوفت وير خلاص اللي مش همك شغال فمتعملوش نوع من الديس ايبل لكن الانترابط ريكوز اللي هو اشارة جاية من برة هي دي اللي تقدر تعمل لها ايبل او ديس ايبل فالاي خاصة بالانترابط العادي الاي ريك عادي والاف خاص بالفاست انترابط ايه ريكوز لو خليتهم بصفار يبقى معناها حت ديس ايبل الانترابط واحد اسم واحد يديس ايبل الانترابط وزيره يديس ايبل الانترابط خلاص كده فده اللي هو البروغرام ستيتوس ريجستر نفسه نعم ايه اه دول دي دي يعني مش مش موجودين يعني مش موجودين في كل الساعات بيبقوا ريزيرفت في فيرجن من فيرجن يعني لو اجبتلك فيرجن تانية هتتلاقي فيها ده ومش كلهم وفيها ده ومش كل يعني الجزء ده موجود لكن دول فاضيين وحتى جزء من ده فاضي فده بتعتمد على ايه على الفرجن اللي انت تتعامل معا فهنا دي 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 معناه في الفرجن ده مش مش محددة نعم ال ايه ال ايه ال ايه ال ايه دي دلوقتي فيه لو قد رجعت كده انترابط فيكتور لما كلمنا عنده هنتلاقي حاجة فيه حاجة اسمها abort والابورت كان فيه نوعين abort للداتا وابورت لل instruction لو فرد ان انا لقيت داتا مش صحيح او مش دقيقة خلاص ده هنا لها abort ولو فرد ان انا لقيت instruction مش دقيقة مش برضو abort خلاص فهنا ال ايه دي بيقول لي انها بتدسابل ال imprecious data abort يعني لو لو جاتلي data مش مظبوطة مش هعمل abort واضح لو كانت دي كده اما لو كانت activated يبقى بالتالي هعمل abort خلاص كده يا جماعة يبقى ده شكل ال program status register فيه بعد كده program counter program counter كلنا عارفين ايه وال program counter بيعمل ايه بيحدد ال instruction اللي عليها الدور في التنفيذ لما خلص ال instruction اللي معا وبيقول لي هو ده register رقم 15 وبيقول لي لما ال processor executing arm state ال instruction كلها 32 بيت فبالتالي ال pc ده يبقى increment by 4 في ال arm يبقى ال pc اللي هو r15 ده incremented by 4 مش زي ال pc اللي انا كنا عارفين واناك نظرا لانه ال word على بعضها بنعتبرها حتة واحدة فبي increment بواحدة هنا الوحدة بتاعته هي ال byte صحيح لكن الوحدة القراءة اللي بيقراها كan instruction هي ايه ال 4 byte يبقى بالتالي هيعد كام صفر وبعدين ها 4 وبعدين 8 واضح ده في اين فان يموت لما يكون شغال في ال r على اساس ال instruction بتاعته 32 بيت وبيقول لي all instruction must be word aligned خدوا بالكم بقى من كلمة aligned لأن دي برضو موجودة في 86 يعني هي aligned احنا كنا المموري اهي عبارة عن مثلا 4 byte يبقى 4 byte تبقى حاجة بالشكل ده ده لو كانت 4 byte لما قولي انها لازم تبقى aligned aligned يعني معناها العنوان بتاعها يبقى هنا هنا ما فيش عنوان لديه ما فيش عنوان لديه ما فيش عنوان لديه العنوان لدول على بعض مفهوم ده معنى aligned وبالتالي يبقى لو كانت الميموري 4 يبقى العنوان لازم يبقى multiple من 4 خلاص او مضاعفات ال 4 0 ها اللي بعده 4 8 12 16 20 ده معنى انه العنوان يبقى aligned مفهوم كده بيقول لي انه therefore PC value stored in bits من 31 ال 2 وبالتالي ال PC هو اللي فيه عنوان واحنا قلنا من شوية ان العنوان لازم يبقى كم صفر ايه كم اربعة ها تمانية بص كده للاتنين list significant bit في العنوان اللي انت ذكرتهم بكام صفر ايه الكلام ده كنا قلناه لما تكلمنا عن design بتاع الميبس فاكرين انه هو الاتنين list significant bit كنا حطناهم بكام بصفار فهنا نفس الكلام انك انت بتتعامل مع الورد اللي هي الاربع بايت الوحدة البيت لكن الوحدة اللي بتتعامل معها الورد فبالتالي مش عاوز انت رقم صفر ولا واحد ولا اتنين ولا تلاتة تعاوز اربعة وبعد كده مش عاوز خمسة ولا ستة ولا سبعة ولا ايه ولا تمانية عاوز كم ولا خمسة ولا ستة ولا سبعة عاوز تمانية خلاص مش عاوز تسعة عشر احداشر لكن عاوز ايه اتناشر اذا من معناها التو significant bit list خالص دايما بايه بصفار هو ده الاربعة والثمانية والستاشر والاثناشر كلها البي سي values least بصفار طيب بيقول لي بقى ده لو كان شغال في الارمو مود طيب لو شغال في الثم الانستراكشن في الثم بكام قولنا ستاشر يبقى لما يروح يجيب ايه يجيب اي الانستراكشن واحدة يبقى الادرس بتاعها ها الادرس بتاع الانستراكشن بما انها ستاشر يبقى اثنينات اثنين اربعة ستة تمانية عشر اثناشر صح بما في الحال هادي البي سي لا الاثنين اصفار اللي قلنا عليهم لا هتبقى واحدة بس هتبقى ايه واحدة بس وبالتالي اول انستراكشن ستاشر بيت ويت اول انستراكشن مست بي هافورد طبعا زي ما قلنا خلاص الاناين هافورد الاناين يعني معناها دي ملاش عنوان دي عنوان هاتبعة دي ودي ليه عنوان اه لكن دي عنوان هاتبعة دي يبقى كده دي وورد حنسميها عفورد بقى اه او كثم دي حاجة ودي حاجة تانية ودي حاجة تالت اوها كده عشان كده يبقى العنوان هيبقى اثنين زيرو اثنين اربعة ستة تمانية الاققام الزوجي خلاص وبالتالي يبقى هنا البي سي هتبقى البيت رقم واحد داخلة معاي البيت رقم واحد داخلة معاي خلاص كده بيت صفر بات سهيئ لصفر مفهوم طيب لما يكون البروستسور في الجزيلة الجزيلة بيتعامل مع تمانية بيت الانستركشن تمانية بيت في الحالة هاتي بيبقى البروستسور بيدخل يجيب الاربعة بايت على بعض خلاص اربعة بايت يعني كأنه بيجيب تمانية بس بينفزهم واحدة واحدة يبقى بالتالي الادريس برضو هيبقى اربعة زي في الحالة الاولان خلاص كده يبقى ده طبعا هتلاقي في مود من المود انه بقى يقرى كمان الثامب اثنين برضو الثامب يقرى اثنين اثنين فبقى ثمانية ناشر وهكذا طيب المود تشينجل كنا ذكرنا ازاي ان انا اعمل مود تشينجل تشينجل عن طريق يقول المود تشينجل يتم عن طريق انك انت تكتب في الجزء اللي خاص بالمود في ال ال كنا شفنا فيه الاربعز ليس تشينجل دول اكتب فيهم رقم المود اللي انت عاوز ما كل مود ليه رقم اكتب الرقم المود يبقى بالتالي تنتقل من مود لمود ولذلك لاحظ بقى ان احنا قلنا ان الوزر مود مالو في مالوش اكسس كومبليت اكسس على مين على السي بي الس صح ولا لا لانه ما يقدر يغير المود لو غير المود يعمل حاجات مش مصبوط لانه تغيير المود لازم يلي ايه حاجة اما اكس او ايه انتربت واضح فلذلك يبقى لما يجيلك انتربت اه في الحالة هدي هو دول المود اللي يمن حقه انه يغير ولذلك يبقى معناها لازم تنتقل لبريفريج مود حتى تستطيع انك انت تغير فيه ده هو الموضوع ده بيقول طبعا لازم فيه زي ما قلنا في حالة 8086 ال ايرت حاجة زي يعني هلغص كده زي ما قلنا الميموري بقى الميموري نفسها بتشتغل اما ارسمح ايه بنظام الليتل انديان او البيت انديان بنظام الليتل انديان او البيت انديان وكمان خد بالك الكلام ده على الداتا يا جماعة وليس على الانستركشن الانستركشن هي لازم يبقى ليها شكل معين بتتنفذ عليه كلام البيت وال اند والليتل ده خاص بلايه بتداتا الكلام ده خاص بتداتا الانستركشن واحدة ثابتة بشكل معين معروف دي الليست ودي موص وخلاص خلاص كده أما الداتا هي اللي فيها ولاحظ بها كمان الداتا نفسها بالنسبة للبروسيسور يقدر يتعامل مع الداتا ببعض الانستركشن طبعا فيه انستركشن تتعامل مع الداتا كربع بايت على طول كورد يعني وده المغالبية لكن هناك بعض الانستركشن تستطيع أنها تتعامل مع داتا نصف وورد أو بايت وطبعا خد بالك النتيجة دي ستتغير تبقى لو تتعامل مع داتا أو بيج انديان ولشان كده برده زي ما قلنا غير مسموح بتغيير داتا أو بيج انديان أو العكس إلا مع البداية حتى لا تتغير الريزولت اللي انت عاوز لو جدت بص مثلا لفاليو زي كده 40 30 20 10 دي في ريجستر هتخزن ريجستر ده جوء ميموري لما تيجي تخزنه جوء ميموري يبقى بالتالي لو كنت شغال انت لتل انديان يبقى الاربعين في الاربعين واسيوم انه ده هنا least address وده الموست address الاربعين في الاربعين والتلاتين في التلاتين والعشرين في العشرين والعشرة في العشر ترتيب كده يعني نفس ترتيب الريجستر هيبقى هو ترتيب الميموري صح ولا لا لان الريجستر ما بغيرش فيها ما فيش حاجة في الريجستر اسمها لتل و ايه وبيجي مفهوم انه الليست رقم صفر في الريجستر هي الليست ورقم ها فلما تخزن دي كلات الانديان خلاص برده يبقى الليست بتاعت الميموري هو برده الليست بتاعت اما لو حتخزنها بيجي انديان هيبقى دي الليست تخزن في الموست ادرس هتخزن في الموست ادرس هتخزن كده وكده 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 خلاص كده طب ده يأثر تم الذهاب العرفة ، خروب ايضاك ، تجازيات الحركاء أو اكمدân الخ Detans و عندما سيكون تلك المرسلة الخاصة بعملوح ، هناك إليس alumnusot להتحرك الحرارة لتعامل مع الكثير من thys وتتعامل مع التصرف الأول arrest يعني أناخوا الت yönتظر عن عنائه الذهاب Cell Wad هو ده البيت اللي هي عاوزها واضح وبالشكل ده لو كان ده شغال بيج انديان وكان ده الاربعين المفروض ان انت لما تقول عاوز اللي ربعين دي هي اللي تتعامل معها بس كانت تتحطي لكن في البيج انديان لا هيتعامل مع ده لأنه هو ده البيت الاولاد هيتعامل معاه انه هو ده اللي عاوزه اما يقول لي لود بايت يبقى معناها هياخد البيت لهو هو ده اللي يحطه هو ده اللي حيقراه واضح يبقى كده قرأ كم الفاليو اللي هي بكم عشرة لو كنت شغال لتل انديان اه كانت دي هتتخزن كده وكانت الفاليو اللي انت بتتعامل معها هتبقى مين ها الاربعية وبالتالي يبقى معناها الاكسيكيوشن بتاع الانستراكشن نفسه بيعتمد على انت بتتعامل مع بيج انديان ولا ايه ولا لتل انديان فلذلك لازم تبقى ايه حزر في التعامل مع ده وطبعا الواحة هو حطة الامكانية دي لكن من مصلحة اليوزر انه ما ايه ما استخدمهاش من مصلحة اليوزر ما استخدمهاش لانه ايه حي يعني يشغلها على حاجة واحدة ويبقى عارف هو بيتعامل ازاي تبقى دي اسهل حاجة لا انت ما بتختارش انت بتقول عاوز البيت لوت بيت فلوت بيت هو معناها الاكسيكيوشن دي بتتعامل مع الليست بيت الليست بيت اللي هو ده اللي هو في الادرس الليست خلاص ايه لا انت اللي بتحدديه او ممكن يكون الليهة الانديان انت اللي بتحدديه وطبعا او الشركة اللي هي بتشتغله الفيرجن بيبقى عامل عليه حاجة معينة تعالوا نشوف الانستلوكشن سيت بتاعته والبيزيك بتاعته بيقول لي ان الارب اركتكشور لوت ستور اركتكشور زي ما هو انه هو بيتعامل مع الميموري باللوت والستور فقط ما فيش اي انستلوكشن تانية يتعامل مع الميموري غير اللوت والا والستور يعني ما فيش حاجة اسمها اد مع الميموري ولا شفت مع الميموري ما فيش خالص خلاص فده وزي ما قلنا ده اللي هو خصائص الرسك طيب فبيقول لي نو دايريكت منيبوليشن اف ميموري كنتنت خلاص مانيبوليشن هنا يعني بروسيسن يعني ايه الليو خلاص ما فيش شغل على الايه الليو على الميموري دايريكت لازم تجابها من الميموري باللوت او بالستور وتحطها في ريجستر وتعمل الشغل اللي انت عاوزه على الريجستر وبعد كده رجحها للميموري تانية بيقول لي الميموري مست بي لودت انتو سي بيو تو بي موديفايت ذن ريتن باك او بيقول لي الكور بقى او ايذر ان الارمو ستات او ثمب ستات طبعا زي ما قلنا لما تحدده في الارم يبقى فيه عندك انسراكشن ست خاصة بالارم ثمب يبقى الخاصة بالايه بالثمب وهكذا والانسراكشن بيقول لي مست بي اكسيكيوتد تو سويتش بتوين ستات يعني هناك طبعا زي ما قلنا فيه بيت اسمها تي اللي هي لما تخليها بصفر يبقى ايه ارب لما تخليها بواحد يبقى ايه ثمب لازم انت تكتب فيها فعشان تكتب فيها دي في الجزء اللي هو بريفلج الجزء اللي هو كنترول ما تقدرش انت في اليوزر مود انك انت ايه تتحكم فيه فبالتالي لازم تعمل الانستراكشن دي عشان كده هيقول الانستراكشن دي تعتبر بليفلج انستراكشن يعني انستراكشن لا يمكن لاحظ كده بقى اي بريفلج انستراكشن معناها كان نوت بي اكسيكيوتد الا في بريفلج مود الا في بريفلج مود طبعا الكلام ده بنقوله لانه بعد كده هتتكلم عن الوبراتيج سيستم هتلاقي الوبراتيج سيستم بقى بيستغل الحاجات دي لانه لازم كل حاجة تتم من قبل الوبراتيج سيستم حتى يبقى فيه فول كنترول على الايه على المشين إعجاب التوسعييف Harvard Typen allows programmer and the compilation tools to reduce branching through the use of conditional execution or the method difference between arm and thumb but the principle is that most arm or all thumb instruction إذا كنت ت Hit وقمنا بأن نخدمت منهم atraهًاً إستطلاق أто فهو سنرى علىict نرى إنهم ي BUY ننظم audit DATA PROCESSING DATA عبارة عن الانستركشن اللي بتشتغل على الاليو والشيف تيوني برانش انستركشن دي عبارة عن اللي بتسميها احنا كنا كنشرل هاجلي ترانسفير كنترول إنستركشن دي كنا سميناها في الـ 86 الاليو دي هي ciه زي ما قلنا أو القد الو سيارة اللو دي liability بقى بتتعامل مع الميموري خلاص بعد كده software interrupt instruction طبعا مفهومة بقى الانستركشن اللي هي بتنقل البروسيسور من مود لإيه لمود تاني عن طريق الsoftware أو عن طريق البرنامج بعد كده program status register الانستركشن اللي خاصة بالبقى بالprogram status register اللي هي بتكتب فيه أو بتخزنه أو بتعمله copy فيه انستركشن مخصوصة لده دي مجموعات لو بسيت بقى الفيتشن بتاعة الارم instruction 3 address data processing كل data processing فيه ايه 3 addresses يعني حاجزوا بتحدد source 1 و source 2 أو operand 1 و operand 2 بلاش source لنه ممكن تكون operand operand 1 و operand 2 و operand 3 اللي هو destination اللي انت هتحط فيه النتيج كمان عند conditional execution of every instruction اه تقدر انك انت تنفذ اي instruction تبقى الى condition تحقق condition نفذتها لم تتحقق condition هي لا تنفذ وده بيدي يعني اه مرونة كبيرة عاوي لالبروسيسور ده load store multiple register دي اللي قلنا عليها تقدر انك انت بالذات الريجستر ده ايه؟ الريجستر لقينا فعلا لما بتسويتش من مود لمود فيه شوية ما بيحصل لهم ش تسويتش صح ولا لا يا جماعة مش كده؟ فيه شوية common في كل الايه؟ المود صح؟ فدول المفروض لو انت عاوزت داتا فيها وانت في اليوزر مود عاوزت تحتفظ بيها يبقى لازم تعمل ايه؟ تعمل لهم سيفنك في الميموري لانه لما يدخلوا للمود التاني اكيد حيستغلهم فحيستغلهم يبقى حيغير لك الكونتينت بما انك حترجع للمود اللي انت فيه تاني يبقى اكيد ممكن تكون محتاج لايه؟ الكونتينت دي فلازم تسيفها طبعا هنا بقى عامل وحدة عشان تسيف مجموعة من الايه؟ من الورد او مجموعة من الريجيستر وطبعا كمان ممكن تنقل الميموري من مكان لمكان كمان كل ده يقدر يعمله بالانستركشن اسمها لود ستور مالتيبل ريجيستر او حتتلاقي انقل بايتات من الميموري او ووردس من الميموري من مكان الى ايه؟ الى مكان طبعا في كمان الشيفت والاي اليوبوريشن في سنجل انستركشن دي اللي قلنا عليها برضو ميزة كويسة قوي فيه open instruction set extension through the co-processor instruction زي ما قلنا في مجموعة من اليونتس اللي تقدر تضيفها اليونت اللي بتضيفها دي بتزود لك مجموعة الانستركشن واضح وبالشكل ده يبقى عندك مش بس الانستركشن بتاعة البروستسور لا كمان الاضافات اللي بتحطها بتديلك مجموعة اضافية من البروستسور زي الكو بروستسور ده يديلك ارسمتك زي ما قلنا في الـ 8086 كان فيه حاجة سمع ارسمتك كو بروستسور كان فيه ارسمة الكو بروستسور واحد يقول طب ما هو بيعمل الـ 8086 كان بيعمل بروستسن اه في ايه اليو اه لكن التاني كان فيه operation بالفلوتنج بوينت الكو بروستسور كان في الـ 86 بيعمل operation بالايه بالفلوتنج بوينت طبعا احنا عارفين الشغل بالفلوتنج بوينت يبقى ايه accurate مش كده اه بس ممكن البروستسور يشتغل بالأكمل الـ operating point برضو بالفلوتنج بوينت تقدر تكتب برنامج للبروستسور اللي هو ما عندوش feature بتاعت الفلوتنج بوينت ان هو يشتغل بالفلوتنج بوينت اه بس هتتلاقي البرنامج ايه كبير عشان يشتغل البروستسور الاصلي بالفلوتنج بوينت ياخد وقت طويل برنامج كبير اما التاني فكمنه مصنع لكده فبياخد ايه خطوات ابسط واضح فعلشان كده بعد كده بعد ابتداء من الـ 80-486 نقلوا البروستسور ده من انه كان يبقى على الماثر بورد بقى on chip بقى on chip يعني 80-486 عبارة عن بروسسور يحتوي البروستسور الاصلي اللي هو الـ 80-386 زائد الـ co-processor بتاعه بعد كده في البنت يا منتطالع ما بقىش اسمه co-processor سموه floating point unit فسموه ايه الفلوتنج بوينت يونت وبقت دايما جزء من الايه من البروستسور على طول فانا لسه زي ما قلت انه موجود كاضافات في ده طبعا اكيد موجود فيه version موجود كجزء من الايه من البروستسور نفسه موجود طبعا منه لكن احنا الكلام ده على البروستسور الايه القديمة شوية خلاص فطبعا لو موجود على البروستسور يبقى انت عندك الانستركشن بتاعته يبقى فعلا عملت extension الانستركشن بتاعتك بالانستركشن بتاعت الكوبروستسور لو انت اضافته وكان مش موجود يبقى انك انت بتزود الانستركشن خلاص خلاص الارم ادرس كان بي 32 بيت لونج زي ما قلنا ادرس رفير تو بيت اه في الحالة ده ممكن يبقى رفير للبيت ده الكلام ده في الايه في الداة في الداة لان عندي بعض الانستركشن بتتتعامل مع الايه مع البيت وان كانت معظم الانستركشن بتتتعامل مع ايه مع الفوق خلاص لكن ممكن يقول لي كانت بي كونفيجرد انبور اتبور اب از لتل او ايه بيج انديا مجموعة الانستركشن اللي هي خاصة بالداة بروسيسنج اهي وفيها فيتشارز مش موجودة في القابل منه بتديلك امكانيات كويسة او هنشوفها دلوقتي ولذلك هتتلاقي الانستركشن اللي هي اللي هنا وان كنا خدنا انستركشن خاصة بالايه اللي هو لكن هتتلاقي حاجات هنا مش موجودة هناك خلاص فمثلا هتتلاقي فيه add موجودة add موجودة sub موجودة sub بالكري موجودة اصد موجودة في التمانين ستة وتمانين طب ما اجبتش حاجة جديدة لا اللي بعدها دي بقى اسمها reverse sub اسمها ايه reverse sub يعني ايه reverse sub طب ويعي يعني معناها هتغير الاشارة لا reverse sub دي معناها بدل ما انت بتقول مثلا في التاني 86 بتقول له sub مثلا ax bx يعني دايما على طول بتطرح bx من ax خلاص reverse sub هنا طبعا ما هيش موجودة في ده يبن لازم اكتبها بالresult دي دي معناها R1 وR2 وR3 تبقى معناها الاصل لو قلت sub بس يعني معناها لو كان دي sub يبقى خد ده اطرحه من ده وخاز الناتج بده يبقى sub R1 R2 وR3 معناها حط في R1 R2 نقص R3 خلاص عمال دي ايه العكس R1 R2 R3 اسف نقص R2 ده لو كانت ريجستر طالعا لو كانت ريجستر كده بس ما كانش فيه فرق غير النيجاتف وطبعا انت دايما بتبقى عامل حسابك انه واحد فيه من الاولاني دايما هو الكبير والتاني هو الصغير فحتى الفرق حتتلاقي بس بالإشارة صح لا حتتلاقي دي بقى بتستغل فيه مع ال shift unit اللي احنا بنحطها على الناحية التانية يعني لو تلاحظ كده الطرف الاول ما لهوش shift unit زي ما رسبناه في المحاضرة اللي فاتت الطرف الاول اللي هو ده داخل عليه الابراند زي ما هو اللي هو الريجيستر خلاص الطرف التاني ده هو اللي داخل على ال shift فبالتالي معنى انت لما تعكس دي وتخليها كده تقدر تستفيد من وجود ال shift على التاني فده السبب انه حاطت R sub وحنشوف ها في البرامج اللي هنكتبها او الامثل اللي هنكتب فبالتالي علشان كده عنده reverse sub وعنده كمان reverse sub بالكاري طبعا مفهوم ال sub و sub بالكاري صح reverse sub يعني عكسهم بس عكسهم عادي او عكسهم وقتراحهم بالايه بالكاري واضح ده مجموعة الانستراكشن عنده كمان logical instruction and وor و xor و big d big d معناها bit complement bit a complement زي ما تقول بتعمل nand ل instruction زي بتاخد register مثلا خلاص وتقول انا عاوز اصفر بعض bits المخصوصة عاوز يصفر بعض bits بتاعته علشان كده اسمها bit clear bit clear هنشوفها برضو بالتفصيل في الشرح وبالتالي لو انا عاوز اصفر bits معينة في r2 خلاص اجيب register اسمه r1 مثلا وحط الbit المطلوب تصفرها بواحدات فيه وبقيت الbit بايه بصفار خلاص وبعد كده اخد r2 اعمله and مع complete بتاع ده اعمله and مع complete ايه ده complete اللي بتاع ده هيخلي الواحدات تصفار الاصفار لما عمل and مع r1 تصفر btd الواحدات مش هتصفر هتخلي القيمة زي ما واضح فده اللي بيعمله فبيعمل r2 and it مع نط r1 ايه لا اوه عاوز يعمل ها كده عاوز يخلي الوحدات اللي هنا تقول هي ده الوحدات اللي انا عاوز اعمالها بخلاص طيب بعد كده عنده comparison comparison هي عبارة عن زي ما قلنا subtract في معادة ايه زي ما قلنا في 86 بتطرح بس ايه بس ايه ما بتخزنش الناتج بس بتغير فلاجز فقط مفهوم بتغير في الفلاجز لكن ما تخزنش ليه الناتج مفهوم دي هي comparison كلها فcompare عادية بتcompare الاول عن الثاني compare negative compare ايه negative بمعنى ايه compare negative انت بتعمل ايه في compare باخد r1 ناقص r2 مثل خلاص طيب امال compare negative معنا ايه بقى compare r1 مع negative r2 مع negative معناها one's complement فهذه بتفيد في حاجة تانية هنشوفها بعد كده مش هتبن لكين دلوقتي دائما دائما معناها كأنك انت بتcompare الاول مع negative بتاع التانية وتشوف من الكبير فيه العادية بتcompare الاول مع التانية زي ما هو مش complete خلاص هتشوفها في instruction عن طريقها بيحط بعض الكونيسنت خلينا الاول كده هنكنتوا حط لغباتكم لكن عن طريق الكمبير negative دي يستطيع ان يحط بعض الكونيسنت طب واحد يقول طب ما هي يعني ما الكونيسنت في immediate value المشكلة يا جماعة هنا البروسيسور نتيجة الانستراكشن بتاعته صحيح 32 بيت صح الانستراكشن بتتنفذ تبقى لكونيشن يبقى لازم 32 بيت دول متاخد منهم ايه اربعة بيت بتوع مين بتوع مين الكوت اهو دول مش انت بتقول ان اي انستراكشن كان بي اكسيكيوت كونديشن صح ولا لا يبقى لازم الانستراكشن يكون داخل معاها دول يبقى اذا في اربعة بيت ضايعين كاي 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 ك value كويس وفي up code صح ولا لا يبقى معنى كده كمان up code وكمان بعض البيت التانية بال control تخلي لك value بتاعة ال immediate اللي تقدر تحطها صغيرة او تخلي value بتاعة ال immediate value اللي تستطيع تحطها مش احنا قلنا الانستراكشن ممكن تبقى ايه implied صح وايه كمان و immediate و ايه كمان و معنى حاطت value مع ال instruction خلاص كده فاكرين لما كان حتى السؤال ده بييجي دايما يقول لك دلوقتي اكبر value تقدر تحطها قد في ال processor اللي بتعمله design بتعمل في ايه عشان تجيب ال value دي بتعمل ايه بنخسن مين ال up code لان up code حيحرمني من ايه انا قدر بيجي 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 واضح وبالشكل ده بيجي المساحة لدرجة انه ما عنده اميدي ات باليو يقدر يحط ها غير تمانية بت تمانية بيجي بس اللي يقدر يحط ها وبالتالي كون انه يحط قيمة اتنين وثلاثين بت دي عملية صعبة شوية صعبة كدير لكن بيعملها بطرق اخرى فدي واحدة من اللي بيتمكنه من انه يحط بيت قصلي داتا اتنين وثلاثين بت يعني مثلا لو قلت له موف نيجاتيب وصفر موف نيجاتيب وصفر يعني حط في ر وان مثلا كتبت له كده موف نيجاتيب اسملا نيجاتيب الانساك افيش الوف موف نيجاتيب اه ار تو مثلا وزيرو الزيرو ده يتكتب في تمانية بيت ولا لأ ها زيرو يتكتب في تمانية بيت بل حتى وان بيت كفاية صح فايزا ده ثمانية بيت اما تقوله موف نيجاتيب زيرو معناها حط في الار تو ها رقم كل واحدات واضح لانه النيجاتيب بتاع زيرو كان واحدات خلاص يبقى كده اكينك حطيت بانستراتشن ها فاليو كلها ايه واحدات طب واحد يقول لو عاوز ان انا حط قيمة اكبر ها ينفع بس مش محدودة محدودة يعني ما تقول واحد ماشي اثنين تلاتة لحد ماتين خمسة وخمسين واضح لحد ايه ماتين خمسة وخمسين لانه هو دا البيت الماتين خمسة وخمسين اما تقول موف نيجاتب هيكتب لك ها ماتين خمسة وخمسين يعني تمان وحايت والباقي صفار هيجيب النجاتب بتاعهم يبقى كم ها يبقى تمان صفار و اربعة وعشرين وحي يبقى دا فعلا رقم 32 بيت حطوا في الريجستر وبالتالي بالشكل دا عمل لود عن طريق الانستركشن دي فهو دا السبب انه في بعض الانستركشن جايز انت تقول ايه معناها لكن هتلاقي ليا معنا في البروغرام احنا ما خلص نهاج لي مش كده طيب ماليش يبقى بعتوني الكلام اللي انا قلته على الانستركشن دي كلها اتمسح نتيجة اني انا عملت شفت احب اخدها منكم من على الانستركشن واركبها عليها تاني عشان لما ابعتلك الانستركشن تبع عليها الصور الصوت اللي ضعت طيب دا السنتاج عشان نخلص منها دي دا السنتاج بتاع الانستركشن بيقول لين الانستركشن وده لازم اللي هو الوب كود يعني الوباريشن موف ولا قاد ولا كزا ودي لازم تبقى موجودة انك لو مش موجودة بقت ايه نفيش انستركشن صح دا اوباريشن بعد كده في هنا حاجة اختيارية لها الايه الكنديشن اه انت عاوز تنفس الانستركشن دي على طول ولا عاوز تنفسها تبقى الكنديشن اه على طول يبقى دي مش موجودة لا عند فهكتب الكنديشن يبقى الكنديشن دا ايه اختياري اختياري انت عاوز ولا مش عاوز عشان كده محتوط الكنديشن خلاص كده طيب بعد كده اس اس دي معناها ايه سات الفلاد يعني هل عاوز الانستركشن دي تجينيرات كونديشن او تجينيرات فاليو جديد للفلاد ولا عاوزها بدون تغيير في الفلاد اه لما تكتب اس يعني معناها سات الفلاد تبقى للرزل سات الفلاد تبقى للرزل بتاعت الانستركشن هل حس كده طبعا لاحز كده واحد يقول طبعا انت بتعمل لود ابسط حاجة في اللود ممكن تكون بتلود زيرو صح ولا يبقى الفلاد زيرو تتأثر بينما ال86 و80 ما فيش كده يعني افرد ان انت حاوز تعرف النتيجة الحاجة اللي انت حملتها صفر ولا لا كنت بتعمل ايه كنت تجين تحطها في ال86 وبعد كده تقول له مش عاوز تعمل الانستركشن تستل الالفالي هل فعلا صفر ولا لا خلاص كده طيب فهنا علشان كده زي ما قلنا S و S دي زي ما قلنا اختيارية ممكن الانستركشن فعلا تغير في الفلاد بس انت مش عاوز التغير ده فمعانا نسيب الفلاد زي ما هي ودي كان تبقى مشكلة مع ال86 على فكرة ان احيانا تبقى الرزل دي عاوزها قادل وقت بس عاوزها بعد قليل يعني عاوزها بعد قليل فلتيجي تعمل معها الانستركشن تانية وراها تغير في الفلاد فهي تغير هلا فتضطر تعمل لها save هنا لا هنا اه لو انت مش عاوز تغير في الفلاد حتى لو كانت هي ال operation تخليها لا ثم بعد كده ال destination يبقى register ثم بعد كده الطرف الأولاني اللي هو RN register ثم operand 2 اوبراند 2 ده هو هيبقى حاجات كتير ممكن immediate value ممكن result من shift units ممكن تبقى result من instruction على shift units واضح ممكن تبقى register وكذا فبالتالي عشان كده سميها operand 2 خلاص ما قال شي حاجة كده فبيقول comparison set only خلاص ده اللي احنا قلنا عليها compare كنت سكرتلكم بالكلام ده خلاص كمان زي don't specify rd طبعا في comparison مش عاوز register destination خلاص data movement does not specify rn movement مفيش rn ليه لانا مجيب من memory ليه ال register على طول يقولك second operand send to the alu via parallel shifter خلاص فعشان كده suffix s on data processing instruction update flags in cpsa يعني معناها لو انت كتبت s مع الانستركشن هتغير في flags لو ما كتبتش s مش هتتغير في الفلاج واضح دي مجموعة الانستركشن ودي التفاصيل بتاعتها ان شاء الله نبدأ نكمل المرة الجاية وهي كسر شكرا اشتركوا في القناة